خبر قديم جديد تسجيل صوتي يكشف محاولات من قبل حزب الشعب النمساوي للتأثير على التعخيقات وده كان بطله الراحل كريستيان بلناتشك اللي كانوا رئيس لجنة أحد أعضاء وزارة العدل واللي اكتشفوا بعدين أنه كان فيه عملية نقل للمعلومات وكانوا شايفين أنه حصلوا على معلومات من لابتوب بتاعه أنه بيقوم بعملية نقل الأخبار كانوا عملوله عملية فصل ورجع تاني وأثبتوا في حالة غامضة يعني مع الأسف هاي الأخبار هاي الأخبار بالضبط بحالة غامضة طوفي الرجل هاي الأخبار مع الأسف يعني تبقى موجودة في النمسا الحالة الضبابية بقضايا الفساد بقضايا تجسس مصرح التجسس نمسا يعني بشكل رهيب بصراحة السيد بالناتشك يعني فعليا الذي يقال أنه تعرض لحادث بسيارته وقتل ومات واللي هو صراحة يعني أمور أمور مع الأسف يعني تظهر فيها النمسا بشكل رهيب كان قادي تحقيق وفي محكمة الفساد فجأة توفى فجأة تم عزله تم تحييده بعد ذلك اكتشفوا أنه تم ابتزازه تم في ضغوط عليه فبالتالي بصراحة النمسا وحزب الشعب صراحة على ما يبدو أنه فعليا بقرة بقرة من الشكوك حول حول العديد من قضايا الفساد لا هو الغريب أنه ما حدش بيرد ما حد بيرد لا ما حد بيرد يعني ما فيش تصريع يعني طلعت وزيرتي العدل من حزب الخضر وقالت أني هي بتحيي حرية القضاء ورغم الاتهمات دي لكن ما فيش كان رد فعلي من حزب الشعب حتى للدفاع عن نفسه أو على الأقل لتبرئة الحزب من عدم القيام بهذه حتى هذا التقرير حتى هذا التقرير يخضع للتحقيقات للتأكد من صحته يعني لكتير تفاصيل بصراحة أنه ما فينا يعني نقوله نأكد أو ننفي هذه الأمور ولكن دليل على أنه صراحة فيه فوضى شديدة بحزب الشعب فيه فوضى بسيستم القضائي خاصة السياسيون يعني فيه عنده نوع من الحماية الغير مفهومة من خلال يعني التغاضي بالمحاكم التبرأ من تهم كارثية يعني النمسا ما بيعلم فيها إلا إلا من هو موجود فيها النمسا طيب